البرلمان وهذه السابقة تخالف الدستور إذن هي جلسة مشكوك بشرعيتها حتى تبت المحكمة الاتحادية بغير ذلك أو كما وصفها نواب محافظة نينوى بأنها جلسة استثمار الوزارات لأغراض ومصالح تجارية متهمين رئاسة مجلس النواب بتمرير وزارات لم تحصل على عدد كاف من الأصوات وعدم تمرير أخرى حصلت على أصوات كافية موقف هيئة الرئاسة كان للأسف مخجل جدا مشوا وزارات لم يكن فيها نصاب أصلا وعرقلوا تمشية وزارة التربية والذي كان فيها النصاب مكتمل تدعيات ما حصل في الجلسة من أحداث مثيرة للجدل انعكس على الكتل السياسية وعقدت على إثر ذلك عدة اجتماعات منذ انتهاء الجلسة وحتى ساعات متأخرة من الليل وأكد نواب عن المحور الوطني أن رئاسة المجلس مسؤولة عن تلاعب بالأصوات حصل إثناء عقاد الجلسة مؤكدين أن خيارات عدة أمامهم والساعات المقبلة ستشهد اتخاذ موقف بشأن أحداث الجلسة والصفقات التي سبقت عقادها كان هناك اتفاق مسبق مع بعض الكتل على تمرير بعض الوزارات وعدم تمرير الآخر يعني كيف يحق لرئيس البرلمان أن ينتقي مجموعة من الوزارات ويقوم بترتيبها كما يشاء هذا الأمر مناط بالسيد رئيس الوزراء وهو الذي يعرض الأسماء ولذلك هذا هو اعتراضي على السيد رئيس البرلمان لأنه خالف الدستور خلال أيام يعني محتمل الخميس يجري التصويت على أسماء أخرى محتمل الأسبوع القادم نستكمل أسماء جديدة وبالتالي نحن سائرون في هذا الاتجاه أقل من 48 ساعة أمام الكتل السياسية لاستبدال مرشحي وزارتي التربية والهجرة غير كافية لإيجاد البديد وإكمال إجراءات ترشيحه بحسب مراقبين في وقت أكدت فيه الكتل تمسكها بمرشحيها وعدم ترشيح بديل عنهم دعيتنا الأطراف السياسية المنافسة لعدم سلك طرق ملتوية لتسقيط مرشحينا أكفية سيدات سادة النواب أماكنكم لم تحصل الموافقة